علي من عمان يسأل عن عرش الرحمن يقول هل هو مخلوق؟ علي بارك الله فيك و رضي الله عنك لا بد أن تحفظ قاعدة مهمة جدا تعتصم بها و هي أن كل ما سوى الله مخلوق أن كل ما سوى الله مخلوق العرش فما دونه العرش فما دونه لذلك إذا تعلمت هذه القاعدة و اعتصمت بها ما تحتاج أنك يعني إذا جاء حديث في مجلس هل العرش مخلوق ولا لا تقول لا لا العرش مخلوق العرش مخلوق والجنة مخلوقة والنار مخلوقة والملائكة والسماوات والأراضين والنجوم والكواكب والإنس والجن والبهائم والأشجار والجبال كل شيء مخلوق الله خالق كل شيء و شيء هنا نكر يعم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى احفظ هذه القاعدة و اعتصم بها بارك الله فيك